يوصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات لقطاع غزة بالتزامن مع استقبال مطار العريش لعدد من طائرات المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى أهل القطاع المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري في العريش محمد عبدالصبور زملائي في الستيديو مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان تحياتي من هنا من العريش وجهود مصرية مكثفة ومتنوعة في واقع الأمر على أكثر من مصار وطريق دعما للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة فإذا بدأنا بالمصار البري اليوم عبر ما يقرب من 238 شاحنة من منفزاي كرما وسالم والعوجة بمرور خمس شاحنات للإفطار والصحور وهو يوميا ما يقوم به الهلال أحمر المصري بتسليم هذه الوجبات للهلال أحمر الفلسطيني في تمام الثالث عصرا لتوزعها على النازحين داخل الخيام سواء في رفح أو في منطقة غرب خان يونس أيضا هناك أربع شاحنات للغاز قد مرت اليوم هذا فيما تعلق بيئة المصار البري أما فيما تعلق بيئة المصار الجوي واليوم بعد عصر اليوم كان هناك عمليات إنزال جوي مصرية في شمال قطاع غزة دعم للأشقاء الفلسطينيين وتلبية للإحتياجات الإنسانية الملاحة لهم وتقديم لهم كافة ما يحتاجونه من وجبات إفطار وصحور بالإضافة لكافة المستلزمات الحياتية التي يحتاجوها سواء في العريش أو في نخل أو في بير العبد أو أيضا في منطقة الشيخ زوايد إذن الجود المصرية مستمرة ولا تتوقف على الإطلاق لحظة دعما للأشقاء داخل قطاع غزة إليكم زملائي في السيديو اشتركوا في القناة